الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل أعراض الحمل في الأسبوع الخامس والعشرين يشكل الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل الثلث الثاني من الحمل ومن الملاحظات الهامة التي تميز هذه المرحلة ما يأتي تختفي حالات الغثيان والقيء التي ميزت الثلث الأول من الحمل يكون ارتفاعنا الرحم أعلى بقليل من السرة وتشعر الحامل بحركات الجنين بشكل كبير يستمر الارتفاع في الوزن إذ يزداد بمعدل سبعة كيلوغرامات منذ بداية الحمل يزداد حجم غدد الحليب التي في الصدر بشكل تدريجي ويرجع ذلك إلى تحفيز هرمونات الاستروجين والبروجسترون يكبر الثديين بسبب استمرار تراكم النسيج الدهني في داخلهما ويكون ذلك مصحوب بالاحتقان والحساسية تحدث تقلصات خفيفة وغير منتظمة في الرحم نتيجة لنموه السرية والتي تسمى تقلصات براكستون هيكس وذلك بسبب تمدد ألياف عضلة الرحم يتمدد الجلد خصوصا في البطن والوجه ويصبح لماعا بفضل زيادة تدفق الدم فيه يبدى ظهور تصبغ قاتم يكون أكثر وضوحا إذا كان جلدك فاتح اللون أصلا خصوصا في هالات الحلمتين وفي خط البطن الذي يمتد من السرة إلى العانة تتمدد الأوعية الدموية نتيجة لزيادة تدفق الدم بسبب تأثير هرمونات الحمل ينخفض ضغط الدم وتشعرين أحئنا بالدوار خصوصا بعد الوقوف لفترات طويلة والانتقال السريع من وضعية ألا استقاء أو الجلوس إلى وضعية الوقوف يحدث تورم في الأغشية المخاطية الأنفية ناتج عن زيادة تدفق الدم فيها يزداد الشخير بسبب الإنسداد الجزئي لقنوات التنفس تصاب اللثة بالتورم وتصبح حساسة أكثر كما قد تنزف أحئنا عند فرك الأسنان تطور الجنين في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل يكون تطور الجنين في هذه الفترة كما يأتي يكون طول الجنين حوالي 3.4.6 سنتيمتر ووزنه 0.66 كيلوغرام يبدى تراكم الأنسجة الدهنية لدى الجنين وتستمر أعضاؤه بالنمو تبدى عملية التطور السريع في الدماغ ويحدث تسارع في نمو الرئتين كما تبدى الأوعية الدموية في داخل الرئتين بلتكون تفتح لأول مرة فتحات الأنف ويمكن مشاهدة حركات التنفس من خلال فحص الموجات فوق الصوتية تكون حاسة السمع لدى الجنين متطورة ويكون في هذا الوقت قادرا على الاستجابة للأصوات يبدى تكون البراز الأول الذي يخرجه الطفل في الأيام الأولى بعد الولادة ومع بداية الرضاعة تبدى براعم الأسنان الدائمة بالظهور في اللثة وهي تلك التي تحل محل أسنان الحليب بعد سقوطها متابعة الحمل في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل من الفحوصات الهامة خلال هذه الفترة ما يأتي فحص متابعة الحمل الروتيني من قبل الطبيب خلال هذه الفترة حيث يتم فحص ما يأتي ضغط الدم النبض الوزن وجود وذمات قياس حجم الرحم وملاءمته لأسبوع الحمل فحص الموجات فوق الصوتية يسال الطبيب ما إذا كنت تشعرين بحركات الجنين ويمكن إكمال الاختبار بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية الروتيني لإثبات نمو الجنين السليم وتحديد كمية السائل السلوي ومشاهدة حركات الجسم والتنفس لدى الجنين اختبار تحمل الألغلوكوز إذا كنت لم تخضعي بعد لإختبار تحمل الألغلوكوز لنفي احتمالات الإصابة بسكر الحمل فإن الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل هو وقت ممتاز لذلك قبل أيام من اختبار تحمل الألغلوكوز يجب عليك تناول الطعام بشكل طبيعي للحصول على نتيجة جيدة وينصح عادة بتناول ليمون بعد شرب محلول السكر لتجنب حدوث غثيان فحوصات أخرى وتشمل فحص النتائج الألمخبرية الهيمغلوبين وفحص البول بنوعيه العام والمستنبت وكذلك الأجسام المضادة للعامل الريزيسي ترجمة نانسي قنقر